موسيقى نريد أن تعرفوا السبب الزيارة السبب الزيارة ستعرفوا الرئيس البرلمان المغرب يجب أن نضع الكلمة على الجزيز السوشيال على الحقوق والعادلة الاجتماعية لكي نعرف كيف نعرف في أوروبا هذه هي البرلمان المغرب لكن ما قلتم في البرلمان قلتم نرى ما يهم عن ربي العالمين ما يهم عن ربي ما يهم عن ربي العالمين ما يهم عن ربي العالمين ما يهم عن ربي العالمين ويجب أن نساعدني في بلجيا ويجب أن نقرأ ويجب أن نعود الناس أخرين لماذا لا يمكن أن نعرف عن هذا القليم نعرف على المشكلة الاخترام الذي يحتلون الشعب المغربي الذي يعيش في أوروبا أنا كالأت الذي أخلقت في المغرب لن أخلقت في بلجيا ويجب أن نخلق في المغرب هنا كانوا خمسين عام ويجب أن نعيش في أوروبا ويجب أن نعرف في أوروبا ويجب أن نعرف هؤلاء المغرب ويجب أن نعرف هؤلاء المغرب المغرب لأنه يتجدون هؤلاء المغرب يجب أن نعرف ويجب أن يكون رئيس برلما في بروكسن لذلك نعرف مجب أن نعرف لذلك نعرف لذلك نعرف ويجب أن نعرف كما يكون لديهم كما يتصحرون. وفعل هذا الحمد لله، ففي ذلك قرنا ودولة عاونتنا لأينا وصلنا إلى هذا. ذلك نشكروا هذا البلاد و نقولوا كيف سوف نحاول هذا البلاد المغرب بإساعده من هذه القضية. مشكلة وكذلك في المغرب. إذا سمعت هذه الوزرات كاملة التي قدروا في المغرب ويقولوا للمغرب جنة في الدنيا. لا يمكن أن تساعد أوروبا في المشاكين والمغرب يقول لك كل شيء بخير لذلك ما يهمنا هذا؟ هذه الكلمة يجب أن يساعدون هذا الشباب لذلك في المغرب لديهم 25 سنة أو 30 سنة أو 40 سنة وليه خطار هو يقرأ يقرأ وليس يقرأ وليس يقرأ وليس يقرأ وليس يقرأ يقرأ وليس يقرأ وليس يقرأ وليس يقرأ وليس يقرأ وليس يقرأ وهذا يجب أن نحب أن نساعده البلاد كأوروبا ومعنا حمد للهجم ورائبكة الكبيرة في المشكلة الشماش ومعنا بتأكد مجدد حماية يجب أن يقرأ وقعها إذن إذا لم نعاون بلاد يمكن أن يخلص أحد مطاع سيقول كيف سأكون إنسان و ستحترموني إذا لم تكن لدي تلك الخدمة لذلك نرى العلاقة التي يكون لديها بين أوروبا وبين المغرب هذه هي مهمة الثانية لذلك نقول لهم واحد وصية ثم هناك 15 مئة المغاربة عيشون على بره أنا لا أقول شيء أنا أصل مغربي أنا أقول أنا مغربي لا تقول شيء أنا أصل كما أقول إنني أكون حين أصل جداً يجل في مغربي أنا أقول مغرب لدي مشابت أنا مغربي على الرثم خطوة إذن لا تفس SEC إذن aspects لا ت persones إذا ما تقول لي؟ أنت لا يوجد شيء لكي تصوّت لا يوجد شيء لكي تقول شيء كلمة و لا تساعدني لكي نفرّد مشاكل لدي في المغرب لذلك أنا أقول لهم أنهم 15% من المغاربة الذين يعيشون على بره و لا تشعرون بهم وهذا هو الأساس من المغرب أنا أقول لهم المغرب إذا كانت العلاقة هكذا يمكن أن هذه الشباب ستضيعهم لماذا أقولون هذه الكلمة؟ أنا أقول لكي نحبك و نحبك و نجيب لها شوكولة و لا تشعرون بها لا تقول لها شكرا و لا تشعرون بها في الآخر تقول لكي أشد المرأة هنا و نحضر معها و نجيب لها و نموت عليها و لا تشعرون بها أما أنت تقول لكي ما علاقة مع هذا البلاد؟ أنا أقول لهم أو أقول لهم قلت لهم وطنيا وحد مرة في المغرب قلت لهم في واحد اللقاب قلت لهم ميلة الوطنية بقيت على التراب الوطنية إلا بقيت على التراب قلت لهم أن نمشي الحسيمة نجيب 30 كيلو التراب نحط في الجردة ديلي في بروكسل و ناليت حشرة البلاد نعمل بحل شيء دوب نحوك تهرير لها هكذا إلا بقت على التراب إلا كانت لهم أكثر ما تشعر العادلة الحقوق الإنسان و التقافة ديلي أنا معكم إلا بقت على التراب و الدحكة و الزوق أنا معندي ما تدربة المغرب هذا المغرب قتع العلاقات مع اتحاد الأوروبي من ناحية تجارية بغينا نعرفوا رأييكم في هذا الشيء بغينا نتعلم العلاقات دائما فيها مشاكل ما أخصنا شيء نتعلم العلاقات من نسب الأوروبا فتشتع على التقاطع العلاقات والحمد لله جاءت من ناحية المغرب المغرب ما حقيقة إلا بغيه كافلو غير أفريقيا إلا بغيه يعمل تجارة إلا بغيه يعمل تجارة يعمل تجارة الالو هذا هو اقت اقتالي اقتالي قد قررى المغرب لم يكن قد تقدم اقضار هو التعروريس لم يكن قديمه ذلك هذا الولايات المغرب كما يتم معرفة اتيتها لذلك اقلنا انبقوا على الطغرة اذا اسبقوا على الطغرة والبنجانية يق debate على الشيطان وقد أرى إلى أحد مجرد الفتاة إذاً من أحد مجرد الفتاة سيكون في تقديله لكي يمتلك المغرب من 35 مليون مغربة ومجرد حلوان فإن نستمر في الصحران فهذاً هذه الصحران مغربية وعرفين على طريقة لا يناولنا أن نقاط العلاقات من أوروبا كل محرك يتحق علينا. يأتي المغرب كاملين بفرنسويين بإسبانيوليين بيطاليين كاملين يتحقون المغرب يقولون أنهم لا يحبون المغرب والحنب الشعب المغربي والقوات والمغرب يتحقون فيهم وكارم عليهم. فالآخر هم غير يتحقون البرلمان الأوروبيين يتحقون على المغرب. وما قلت لهم في ذلك البرلمان قلت لهم هكذا. قلتوا مرحبا بكم المغرب. فلم تحبوننا يقولون أن nous allons 좋아form وأن يتحقون الرئيس ولكن في الذهاب تأكلون لبرلمان الأوروبيين لا تأكلون معنا. الحمد لله الشعب مرابي كارم. حمد لله ستأكلون معنا. لم تأكلون معنا وتقولون أنتم شحاب إحبارنا وأننا لديكم الحق ولهذا كان البرلمان الأوروبيين تبذلكون علينا. فالما غريب هذا المغرب لدينا الشرف. قبلت و أخدرت معكم و كانت صلات معكم و أشيطوا. ميكمانيون في الفرنسي الوغسبيه ميتويل. تحرمك؟ أنا أحرمك. أنا عملت رأسي بأسف جفاف و تكدوز عليها غير بشأنني لم تتوصق سبابتك. ما عملتك؟ تكدت يهمني كم سبابتك كتحك سبابتك عليها. إذا لم يكن المغرب يجب أن يكون راجل أو المرأة يقولك أنا هاتشي نوبة صراء. هذا الحدود أخبركم. أنا أريد العلاقة مع الأوروبا. والحمد لله إذا أردت المغرب لا يجب أن يعملون معهم لا يجب أن تتعرف شيئا. المغرب لديهم 13 ألف من البوليسيين. 13 ألف الذين يعملون على الحدود لكي يحاولون لكي يحاولون الأفريق كاملة لا تدخل الأوروبا. من خارج من سوريا و من ليبيا و من مالطا لا يكونوا إلى غد المغرب فتح ديوانة و يقولون أنا أنه يريد أن يحاولون أوروبا و سيحاولون و سيبكون فهذا سيظهرون مليون سوريين أو مليون سوريين لا يظهرون. أكثر من 150 مليون أفريكان لا يريد أن يحاولون إلى أوروبا. لذلك أخير لا يريد أن تجعلوا للاحظة لأننا أريد أن نقشوا لنقاش لأن النقاش لنقاش 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 لن تحترمني. لن يرى المغرب لنقاش 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 لا يريد أن أخفهم لنقاش 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 إلى تجارة من أوروبا و كل روسي و كل روسي و كل سمانة في المغرب يتم إعجابه بأكثر هذا غير روسيا تجارة تجارة مفتوحة لن تجارة لن تفتح لن تجارة لن تجارة و الأطفال والحمد لله، البلاد واحد لدينا دابات ساعة لمستقر ويستقبل دمك في أفريكا كامل، هو المغرب. لماذا تنقشنا المشاكين؟ تريد أن ترجع إلى سوريا؟ تريد أن ترجع إلى لبناء؟ ماذا تريدون من المغرب؟ الحمد لله، الحمد لله، الشعب واحد، أنه ما كان يقوله قبل، يقولون، احترموا كل شعب العيش في المغرب، الوطن الحمد لله واحد، لدينا واحد المالك، لدينا الوطن وعنده رب العالمين، هو الذي سيقف معنا. سيقف مع الحمد، مش المغرب لله، سيقف مع الحمد لله، شكرا